موسيقى شهدين الكرام أهلا وسهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصين إطلالة جديدة من خلال قناة الرافدين وهذه الصورة التي نرجوها متألقة دائما بمتابعتكم وبجميل إطلالات ضيوفنا الأعزاء الذين من خلالهم نتطلع دائما إلى تقديم ما يليق بذائقة المشاهدين الكرام هذه الانطلاقة البصرية الجديدة التي تأتي منسجمة مع الذكرى السادسة عشر لانطلاق قناة الرافدين ويحدون الأمل بتحقيق الشعوب العربية كلها كاملة الأمال التي تتطلع إلى تحقيقها من أجل عيش كريم في أوطان حرة تستحق أبناءها تماما كما يستحقها أبناؤها مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والصورة الفريدة برنامجكم بيت القصيد معنا هنا في الأستوديو الشعر الفلسطيني الشاب الأستاذ عبدالله أبو مهادي اسمه لي أن أرحب به ضيفا عزيزا على قناة الرافدين هنا في الأستوديو أهلا وسألها بك أستاذ عبدالله معا أهلا بك وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة وشكرا لكم وأريد أن أتقدم إليكم بأبيات كتبتها قبل مجيئي إلى هذا البرنامج تعبيرا عن امتناني على هذا اللقاء وهذه الاستضافة الجميلة سلام عليكم ببيت القصيد سلام من الله رب الأنام به الحب يسمو ويدن البعيد وتلقى به الروح شمس الوئام دعوتم فلب الفؤاد السعيد وجئنا إليكم ضيوفا كرام جميل فجدتم فجدتم بلطف وذوق فريد وكنتم وربي كراما شهام سلام عليكم ببيت القصيد فصدقا عليكم يطيب السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدقا عليك يطيب السلام أيضا يعني أنت جاهز دائما يا عبدالله ما شاء الله عليك بداية الشعرية قبل أن نتعرف إليك وأكيد نحن سعداء بالتعرف إليك وكذلك جمهورنا العراقي والجمهور العربي الذي يتابع بيت القصيد على امتداد الخريطة العربية الواحدة اطلال قصيرة من هو عبدالله أبو مهادي بحدود دقيقتين وبشكل موجز قبل أن نذهب إلى النقاش العذب رفقتك والكثير من القصائد المتألقة والمتميزة عبدالله أبو مهادي تفضل باختصار أنا عبدالله أبو مهادي فلسطين الجنسية من قطاع غزة عمري 34 عام ما شاء الله درست في جامعة هاجتباء التركية تخرجت من كلية الأداب قسم الترجمة الإنجليزية التركية لي في تركيا 10 سنوات تقريبا مولع بالأدب ومولع بالشعر تحديدا ما شاء الله هذا باختصار يعني بالبداية وقبل الشعر الآن يا عبدالله وبعد هذا يا توطى الجميلة منك يعني حبذا لو تحدثنا ما الذي يميز أو يميز القصيدة الفلسطينية عن غيرها باعتقادك ومن خلال تجربتك ومواكبتك للشعراء أبناء جيلك تفضل باختصار أنا أعتبر أن ما يميز القصيدة الفلسطينية عن غيرها أنها نابعة من وحي الواقع من الآلام من المعاناة من الحقيقة هناك حس حقيقي في القصيدة الفلسطينية هذا ما يميز القصيدة الفلسطينية عن غيرها هناك يعني هي محاكاة للواقع محاكاة للواقع حس واقعي مشاعر صادقة بإمكاننا أن نقول هذا ما يميز القصيدة الفلسطينية برأي غيرها من القصائد ربما قال لك أحدهم كذلك قصائدنا تتماهى مع واقعنا وكذلك يعني تقدم أبناء شعبنا وظروفه ومشاكله بما يجب أن تقدمه فيه لكن ربما القصيدة الفلسطينية ميزها الجرح المستدام وهذا الألم الذي لا يتوقف للأسف وما زال قائما حدثنا قليلا عن هذا الملح الموجود في القصيدة الفلسطينية وهذه الجرح الراعفة النازفة غير المنتهية طبعا لا شك أن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية وقضية يعني الفلسطينيين تحملوا منذ القدم الآلام والضغوط والاضطهاد والاحتلال وهذا طبعا كله ساعد في تشكل الجوهر القصيدة الفلسطينية والشعر الفلسطيني لدى الشعراء الفلسطينيين أنفسهم هذا ما نستطيع أن نقوله هناك جرح غائر فلسطين تبقى قضية مصيرية قضية طبعا يعني منذ سنوات ونحن نعاني ونحن تحت الاحتلال والقصف والقتل فهذا لا شك أنه يعني يتبلور في أشعار الأشعراء الفلسطينيين وفي قصائدهم طبعا بلا شك الآن إلى أولى القصائد التي تود أن تشنف أسماعنا بها يا عبد الله وأحب ذا لو أمسكت بالورق لا بأستفضل طبعا ماذا ستقرأ علينا يعني أبدأ طبعا بما أن الحديث عن فلسطين أريد أن أبدأ بفلسطين أخي هاك قولا أكيدا يقين بلاد الأبية لا تستكين فيوما ستهوي قلاع الظلام وتشرق شمس الصباح المبين كفانا هوانا وذلا كفى كفانا عويلا يسر العدى بنا الحق نادى فطاب الصدى فهيا نلبيه ذاك الندى أخي هل تركنا حديث الظنون وقمنا سويا لتلك الحصون نذيق العدى بأسنا والمنون ونمضي أباتا لها عائدون أخي إن سئمنا ضراب الحراب وعشنا الحياتنا أف الصعاب فأنا لنا أن نبيد الذئاب الله ونبلغ مجدا عليا يهاب فلسطين درب القناة والسلاح وتبقى هتافا لذاك الكفاح وإنا على الدرب نلقى الجراح لكي لا نهان ولا نستباح على درب ربي شحذنا الهمم على درب ربي شحذنا الهمم جموعا نسير لأرض الحرم كأن براكين ترمي الحمم كسيف تهاوى على من ظلم وتبا لمن لا يرانا قمم بهذا الطريق الصعيب الأصم وتبا وتبا لمن لا يرانا قمم بهذا الطريق الصعيب الأصم أخي كن عصيا أبي الركوع تبيد الدجا بالسنى والشموع وتهوى رياح الوغال الرجوع تدك حصون العدى والدروع قم اليوم نمضي بوحي الإله بسيف همام حماة أباه قم اليوم نمضي قم اليوم نمضي بوحي الإله بسيف همام حماة أباه نعيد إلى المجد إشراقه ونرسم دربا عصيا تراه فصبرا وصبرا أيا أمتي فللصبر يوم له منتهاه فللصبر يوم له منتهى فللصبر يوم له منتهى هذا الصبر الذي يعد رأسمال الفلسطيني الذي لا يزال متجذرا في أرضه تماما كالبرعم المدفون في التراب الذي يأبى أن يتخلى عن هذه الأرض لكن أحيانا يجبر الفلسطيني لظروف متعددة على أن يهجر أرضه راغما لا مختارا ما الذي تعنيه الغربة للشاعر الفلسطيني من وجهة نظرك يا عبد الله الغربة أولا هي وجه والغربة هي ألم والغربة هي بعد عن الأهل عن الأحبة عن الأصدقاء الغربة هي بعد عن الوطن عن التراب فلذلك الغربة هي باعتقادي هي من أكبر الأشياء الملهمة للشاعر خصوصا يعني في حق الشاعر الفلسطيني الغربة غربتان أنا أراها لا غربة واحدة لأنك أنت في وطنك غريب يا الله أنت في وطنك وطن محتل وطن يرزع تحت الاحتلال منذ زمن وطن ذاق من الويلات ما ذاق فلذلك أنت مغترب في وطنك ومغترب أيضا إذا اختربت عن هذا الوطن أشد أشكال الغربة فتكا ووجعا البعد عن الأهل أم غربة الإنسان عن روحه أم أن هناك شكلا آخر تود أن تخبرنا عنه والله برأي أن الغربة عن الأهل هي صعبة غربة صعبة طبعا لا شك ولكن أشد أنواع الغربة فتكا هي غربة الإنسان عن روحه لأن الإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة من الغربة إلا إذا كان باعتقادي أنه ذاق شتى أنواع الغربة يعني الغربة بكافة أشكالها وألوانها لذلك الإنسان إذا ذاق كافة أشكال الغربة وألوانها ومرارها يكون قد اقترب عن روحه يعني باعتقادي هذه أعظم مراتب الوجع ومراتب الغربة طبعا غربة الإنسان لكن المغترب الفلسطيني يشعر بالألم ومرارة الفقد والشوق والحنين إلى الوطن ربما بصورة تختلف كثيرا عن غيره من أقرانه المختلفين من دول الوطن العربي كافة طبعا طبعا لا شك الآن وقبل أن نكمل ونواصل حديثنا نريد الذهاب إلى قصيدة تطرع بها قلوبنا قليلا اقرأ علينا ما تحب تفضل يا عبدالله شو هتقرأ الآن الآن نقرأ التي بين يديك لا بأس إذا تريد يعني أنا اقرأ ما بين يديك تمام تمام نقرأ قصيدة غزلية لا بأس وتبقين وحدك سر الحياة وتبقين عهدا بقلب حفر وتبقين شمسا تضيء الحشا وغيرك يبقى عديم الأثر وأنت بهاء به بلسم وأنت جمال يسر النظر ملكت الفؤاد ورب الأنام فكم من هيام به قد أسر وداعب صوتك يا حلوتي مسامع روحي كلحن الوتر وإني بتلك العيون التي رمتني بلحظ جريء خطر أسير معنى سجين وعان فكيف وأن تكوني بشر ووجه بدى فاستكان الفؤاد وشعر هوى فاستراح البصر وثغر به كنت ما إن دنا أرى الكون كوني ورب البشر وقد أنيق وجيد رقيق ونهد كشهد علىه الخفر وتلك الشفاه أراها الشفاء وإني أرى وجنتيك القمر أيا بهجة العمر والمبتغى وكل الحياة وأغلى الدرر لك العهد مني أيا مقلتي ستبقين حبا بقلب حفر غفر الله لك في نهاري وليل رمضان مثل هذه النصوص التي نرجو أن تمر خفيفة على أسماع وأذهان المشاهدين جميعا وأنت دائما خفيف ظل يا عبدالله ما الذي يحفزك على الكتابة حدثنا عن محرض الإبداع لديك ما الذي يستفزك حتى تكتب طبعا يعني هناك بطبيعة الحال محفزات للكتابة لدى الشاعر يعني لدى أي شاعر ما يحفزني على الكتابة هو واقع الأحداث أكيد بلا شك يعني نعم عندما أنت تكون يعني على اتصال مع هذه الأحداث التي تحدث من حولك البيئة التي أنت يعني فيها يعني موجود فيها متواجد فيها تفاعلك مع هذه الأحداث ينتج على شكل قصائد لدي هذا محفز أنا عندي برضو أيضا محفز آخر لدي يعني لا أعرف ربما ليس لدى كل الشعراء وأنما لدي محفز عندما مثلا أحد الأصدقاء يرسل لي قصيدة معينة أو كذا تحفز قريحة الشعر لدي يعني حقيقة تشاعر غير آخر إذا بهذا الشكل فعندما يعني أقرأ هذه القصيدة تلامس هذه القصيدة مسامعي مباشرة أبدأ في كتابة أبيات على هذه القصيدة يعني على نفس اللحن وربما على نفس القافية هذا محفز يعني يولد لديك إبداعا جديدا ويحثك على طبعا يحفزني بشكل كبير على هذا الشعر على كتابة الشعر جميل جدا طيب أكثر ما تميل إليه من ألوان الشعر بدك تقول لي ليش تمام أنا صراحة يعني لا أريد أن أقول أنا أميل للون معين من كتابة الشعر وإنما أسهبت في لون معين من ألوان الشعر وهو الغزل وطبعا هناك أسهبه كتبت في كثير من ألوان الشعر كتبت في الرثاء كتبت في الوطنية طبعا قصائد وطنية كتبت أيضا قصائد غزلية ولكن أسهبت وسبب هذا الإسهاب هو أني حقيقة يعني أجد بروحي تهرب إلى مساحة نوعا ما هي مساحة تتسم عليها يعني سمات الهدوء والراحة يعني أجد هذه المساحة خالية ساكنة فيها من الهدوء ما فيها وفيها من الراحة ما فيها لذلك يعني أسهبت في هذا الألباب يعني وهذا اللون الشعري صراحة جميل جدا إلى قصيدة جديدة الآن عبد الله وكلنا شوق إلى موضوع مختلف بما أن الحديث عن الغزل أريد أن أكمل في خذنا إليها ومن ثم نذهب إلى قصيدة ثانية تمام عنوان القصيدة للمسرة صانعة هيفاء بدر للمحاسن جامعة نجلاء نجم كالنجوم اللامعة درر من الألماس بل وأظنها أسمى بريقا من شموس ساطعة العين تلها في مفاتن حسنها وجه جميل والعوارض رائعة والثغر مبتهج وينشر سحره واللحظ يقتلك السيوف القاطعة والخد زهر قد تناثر عطره زهر تمايل في سلال خاشعة والقد مياس أسر نواظري ولها كفوف للمسرة صانعة سحرت فؤادي بدت أخشى حسنها فهي الجمال وفي المحبة بارعة فهي الجمال وفي المحبة بارعة أنت بارع بهذا الوفاء يا عبد الله قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة يعني عن فلسطين التي تحب كلمنا قليلا من وجهة نظر الشاعر أخبر الجمهور العربي عما تحب أن يعرفه عن فلسطين وما قرى في قلبك واعتمل في صدرك عنها تفضل طبعا فلسطين هي الأم فلسطين هي الحب فلسطين هي الوطن فلسطين هي التراب فلسطين هي القضية العادلة فلسطين تعني الكثير بالنسبة للشاعر ربما قال لك أحدهم من أي من الدول العربية وكلهم أشقاءنا نعم ونحن هنا خلال قناة الرافدي وجمهورها العراقي والعربي ربما قال لك أحدهم هذه المضامين التي تتحدث عنها أستاذ عبد الله تنطبق على كل الأوطان العربية أخبرنا شيئا معينا تود أن نعرفه عن فلسطين وترى أنه يلامس شغاف قلبك يعني فلسطين هي بقضيتها أنا أراها بقضيتها القضية التي تهم ليس فقط العرب وليس فقط المسلمين الإنسانية بأكملها هذه قضية جعلت من فلسطين يعني جعلت هناك مكانة عظيمة لفلسطين في قلوب الجميع هذا ما يميز فلسطين يعني أينما تذهب يعني هناك يعني أصبحت همّا يتشكل في وجدانه وقلوب أبناء الأمة كل إنسان حقيقة يعني فلسطين هي قضية إنسانية عادلة يعني لا يمكن لأحد لإنسان بين قوسين أو بين هلالين أن يقبل بالتفريط أن يقبل بالتفريط أو أن يتغاضى عن هذه القضية مستحيل طيب أكثر ما يميز الشاعر الفلسطيني في ظل تسارع الأحداث لسيما في فلسطين المحتلة وخلينا نركز يعني خصوصا على الأحداث الأخيرة التي تقع في الداخل المحتلة اليوم الحر قريبا بإذن الله نعم نعم أكثر ما يميز الشاعر الفلسطيني هو من هذه الناحية يعني هو تفاعله مع هذه الأحداث طبعا كلنا نتابع الأخبار نتابع التطورات الحادثة في فلسطين وهذا طبعا من المحفزات لنا كشعراء أن نكتب عن فلسطين وأن نكتب عن قضية بعينها وأن نكتب عن شيء معين حدث معين ما يميز الشاعر الفلسطيني أراه وأن في هذا الجانب يعني يكتب ألمه أكيد طبعا يترجم هذا الألم بشكل قصائد يعني نحن نعبر عما بداخلنا من خلال قصائدنا هذا يعني ما نعبر عما يعني يجوب في الروح وتجهش به المشاعر إن صح التعبير بهذه الكتابات وبهذه الأبيات الشعرية والقصائد الشعرية هذا ما أراه ولذلك ما يميز الشاعر الفلسطيني هنا هو أنه يتفاعل مع هذه الأحداث بشكل أكبر وذلك لأنه السبب في ذلك هو أنه ربما عاش أو يعيش هذه الأحداث هو لا يصف الجرح وإنما هو جزء من هذه الجرح لذلك يقدمها بطبيعتها ويكون صادقا في تعابيره حتى وإن كانت هذه التعابير بسيطة من منا كفلسطيني من لم يعيش جو الحرب من لم يعيش جو الاحتلال الفقدان الفقدان الغربة كثير يعني الكل عاش هذه الأجواء فلذلك هذه الأجواء متأصلة عندنا ولدت هذه القصائد ولدت هذه المشاعر التي ترجمت على شكل قصة ولا كد يخلو بيت من جريح أو شهيدة أو معساة بطبيعة الحال البيوت الفلسطينية عنوين مآسين كبرى مستمرة ولكن الأمل لا يزال يحدو هؤلاء أينما كانوا حيثما ذهبوا وهم دائما متشبثون بحقهم لا يمكن لهم أن يفرطوا فيه لا قصيدة جديدة يا عبدالله وشو حتى تسمى وبما أن الحديث عن الأمل تفضل أريد أن أقرأ هذه القصيدة والتي كتبتها وهي بعنوان سبيل النجاة نعم قل للظلام يسود في أوطاننا قل للظلام يسود في أوطاننا ستزول يوما لن تدوم طويلا عظيم وَسَنَكْسِرُ الْقَيْدَ الْبَغِيْضَ بِعَزْمِنَا وَبِصَبْرِنَا نُجْزَ النَّجَاةَ سَبِيلًا يَا لَيْلُ أَقْبِلْ يَا لَيْلُ أَقْبِلْ لَا نَخَافُ مِّنَ الرَّدَى قُمْ بَاشِرِ التَّرْهِيبَ وَالتَّقْتِيلًا يَا لَيْلُ وَضْرِبْ فِي ظَلَامِكَ أُمَّةً لَنْ تُفْنِهَا ضَرْبًا وَلَا تَنْكِيلًا بِالْعِزِّ نَحْيَا بِالْعِزِّ نَحْيَا لَا نَهَابُكَ إِنَّنَا كَالْفَجْرِ يَفْتِكُ فِي دِمَاكَ جَلِيلًا طول الدروب وظلمها ومرارها لن تمح مجدا في النفوس أصيلا إِنَّا سُقِينَ الْمَجْدَ دَهْرًا فِي الْوَرَى وَالْمَجْدُ يَبْقَى لِلْكِرَامِ سَبِيلًا إِنَّا أَبَيْنَا أَنْ نَعِيشَ بِذِلَّةٍ وَالْحُرُّ يَأْبَى أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا بِالْحَقِّ نَرْسُمُ دَرْبَنَا بِالْحَقِّ نَرْسُمُ دَرْبَنَا وَبِصَبْرِنَا يَا حَقُّ فَاصْبِرْ لَنْ تَكُونَ قَتِيلًا فَسَتَنْجَلِي سُودُ الْغَمَامِ وَنُورُنَا لَابُدَّ يَعْلُوا سَاطِعًا وَبَدِيلًا لَابُدَّ يَسْمُوا لِلظَّلَامِ مُقَاتِلًا لَابُدَّ يَبْقَى شُعْلَةً وَدَلِيلًا لَابُدَّ يَبْقَى شُعْلَةً وَدَلِيلًا لا فضّفوك يا عبدالله وهذا ما نحن واثقون به مؤمنون موقنون بأن نصر الله لا بد أن يكون قريباً لعباده المؤمنين المتشبثين بهذه القيم العالية والمبادئ الراسخة التي لا تقبل المساومة ولا يفرط أصحابها فيها الآن نريد أن نتحدث بشيء من الصراحة ما رأيك؟ هل أنت جاهز؟ طبعاً لأتقادك يا عبدالله هل ترى أن الوسط الأدبي يسلط الضوء على فلسطين في شعره اليوم تماماً بنفس الحجم ونفس الصورة ونفس الشكل التي كان يكتب فيها عن فلسطين بالسابق أم أن هناك شكلاً من أشكال العزوف مثلاً عن هذه القضية فيما يتعلق بالكتابات الإبداعية المختلفة بصراحة والله أنا أرى أن الوسط الأدبي لا زال يسلط الضوء على القضية الفلسطينية ويعني نجد كثير من الشعراء والأدباء يتحدثون عن فلسطين ولكن المشكلة في وصول الجمهور لهؤلاء الشعراء والأدباء يعني هناك نوعاً ما انقطاع تشعر به أنت كشاعر أو كأديب ما بينك وبين جمهورك نوعاً ما فلذلك لا زال الأدب أو الوسط الأدبي يتحدث عن القضية الفلسطينية ويتناول فلسطين كقضية وكرمز يعني لكافة قضايا العالم يتقادك يتناولها من باب المجاملة من باب الإيمان والتشبه لا لا طبعاً لا صراحة أكيد طبعاً من باب من باب ليس من باب المجاملة بطبيعة الحال من باب أنها قضية عادلة ومن باب أنها قضية الأمة وقضية الإنسانية هذا يعني لدى أي شاعر غيور على أمته غيور على فلسطين غيور على قضايا العالم والإنسانية بطبيعة الحال سوف يتناول هذه القضية يعني في أشعاره جميل فأنا أعتقد أن الوسط الأدبي لا زال يتحدث عن القضية الفلسطينية بشكل كبير أنت متصالح مع نفسك متصالح مع غيرك متصالح مع كل الأدبي وترى أنه لا يزال متشبثاً بالمحبرة التي يسيل مدادها حباً في فلسطين المحتلة اليوم الحرة قريباً بإذن الله سنواصل يا عبد الله هذا الحديث الشيق معك وهذه القصائد العذبة لكن لابد أن نسترح قليلاً ما رأيك؟ سنخرج الآن إلى فاصل إذن مشاهدين الكرام نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقية على مدار القمر مالسلات الرافدين HD حياكم الله أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكر ضيفنا هنا في الأستوديو والشعر الفلسطيني الأستاذ عبدالله أبو مهادي حيا الله عبدالله أهلاً بك مرة أخرى في بيت القصير أستاذ عبدالله كنا قبل الفاصل تحدثنا عن فكرة أن هناك نوعاً من الالتفاف العربي الأدبي لا يزال قائماً حول القضية الفلسطينية فتجد أن الشعراء يصلون مداد أقلامهم وكذلك الأدباء على مختلف الصناعات الأدبية والأشكال الإبداعية التي يعني يبدعونها ويكتبون فيها وهذا ربما يقودنا إلى حديث من نوع آخر يعني ليتك تكلمنا قليلاً عن شعراء حفروا عميقاً في الوجدان الفلسطيني بشكل عام وفي ذاتية عبدالله أبو مهادي بشكل خاص تفضل قل ما تحق حقيقةً هناك الكثير من الشعراء الفلسطينيين على وجه التحديد حفروا عميقاً في تاريخ النضال الفلسطيني وفي ذاكرة النضال الفلسطيني يعني أذكر منهم على سبيل الإيجاز للحصر طبعاً هم كثر نذكر الشاعر الشهيد بإذن الله تعالى عبد الرحيم محمود عظيم وهو هذا الشاعر الذي خلد اسمه بحروف من نور أنا أراها حقيقةً في تاريخ وذاكرة النضال الفلسطيني وله قصيدته المشهورة التي مطلعها سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدى إلى آخر الأبيات طبعاً قصيدة حفرت بحقيقةً يعني بحروف من نور في تاريخ القصيدة يقول بقلبي سأرمي وجوه العدات أكيد وقلبي حديد وناري لضى وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجنابي حرام الحمى عظيم جداً هذا الشاعر وعاش الغربة مرتين خصوصاً أنه عمل معلماً في العراق فترة من الزمن وبعدها عاد إلى فلسطين حتى يقاتل في سبيل هذه القضية ويستشهد حتى وهو يقول الشار يقال إنه قال في نهاية حياته وهو ينزف دماً لا تتركوني لا تتركوني وفي تراب هدفنوني وكأنه يوصيهم وكتب وصيته شعراً وهو ينزف كتبها بدمه هذا الشهيد الذي واجه الإنجليز واجه الانتداب البريطاني واجه الاحتلال البغيض المرفوض لهذه البلد أو لهذا البلد الحر ولا بد أنه سيظل حراً وسيعود بفضل سواعد أبنائه الأحرار وأقلام أدبائه الأخيار إلى أديب آخر أو شعر آخر ربما حفر أيضاً في شخصية عبد الله طبعاً الأديب والشاعر الكبير والملهم العظيم أنا أراه محمود درويش وهو طبعاً شاعر معروف عالمياً طبعاً محمود درويش له كتابات عظيمة حاصر حصارك لا مفر نعم في تاريخ النضال الفلسطيني وترك بصمة صراحة لا تخفى على أحد في تاريخ الفلسطيني وفي تاريخ النضال وفي ذاكرة النضال الفلسطيني ومن قصائده سجل أنا عربي ورقم بطاقة خمسون ألف وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف سيأتي بعد صيف فهل تغضب عظيم عظيم هذا طبعاً يعني من الشعراء محمود درويش من الشعراء التي الذين يعني ألهموا كثير من الشعراء ما بعدهم يعني لا أكره الناس ولا أعد على أحد ولكني إذا ما ميت آكل ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي جميل ولا ننسى طبعاً من الشعراء المعاصرين الذين صراحة أعتبرهم يعني لهم يعني كثير من القصائد التي تحدث عن القضية الفلسطينية تناولوها بشكل غزير وهو الشاعر الكبير تميم البرغوثي له قصائد جميلة جداً في وصف القدس وفي وصف أسواق القدس وفي وصف القضية الفلسطينية طبعاً منها في القدس ومنها ستون عاماً ومنها قفي ساعة وهذه القصائد الجميلة حقيقةً وهو شاعر معروف تبقى حية الذاكرة طبعاً نعم فنوجه له التحية من هنا طبعاً ونوجه كذلك التحية لك لأنك يعني جد مثابر وتعترف بالفضل وللفضل إلى قصيدة جديدة الآن يا عبد الله ماذا ستقرأ تفضل سأقرأ عليكم قصيدة ودع سيوفك لماذا تريد ودع السيوف حقيقة يعني نريد للأبطال أن يحملوها لا أن يودعوها أكيد تفضل ولكن ربما كان السر موجوداً في النص لا هي حقيقة يعني القصيدة تكون وليدة اللحظة نعم وأنت أحياناً كإنسان تشعر بأنك خذلت حالة معينة تفرض نفسها عليك فالقصيدة بنت الحالة التي كتبت فيها أكيد بطبيعة فضل هناك طبعاً الشعر المعروف لعنت ربن شداد وهي مجاراتاً لهذا الشعر يقول فيه لا تسقني ما الحياة بذلة بل فسقني بالعز بل فسقني بالعز كأس الحنظلي هذه القصيدة التي يقول في مطلعها حكم سيوفك في رقاب العذل وإذا نزلت بوادي ذل فرح لي عظيم تفضل ماذا كتبت؟ في نهاية هذه القصيدة لأن هناك رد يعني في نهاية قصيدة عنت ربن شداد يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي الله ماء الحياة بذلة ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم وجهنم بالعز أرفع منزلي أطيب منزلي نعم ودع سيوفك في زمان الهملي فالنفس تأبى كل عيش تذللي كجهنم خلت الحياة بذلة والعز باق في كؤوس الحنظلي الله لم يبق كأس لم يبق كأس للحياة بعزة غدت السباع فرائسا للجيئلي كان الكريم عن الهوان منزها واليوم أضحى في رحاب الأنذلي فلقد تسامت بالعلوج مطيهم يتعاظمون على الأبات العزلي وتراقص الحمقى وزاد نباحهم والدمع باك في عيون الكههلي زمن غدا للكلب خير رفاقه والحر بات بنار ذل يستلي يا الله ودع سيوفك فالرقاب كثيرة والذل باق في نفوس الجهلي حكم الزمان بخسة ومرارة أسر المعزة في ظلام مسدلي دفن الكرامة في الديار قتيلة نثر المهانة في رحاب المنزلي لم يبقى ماء لم يبقى ماء والحياة مريرة والعيش منقصة بدار الأرذلي لم يبقى عز والقلوب عليلة والنفس سائلة بلوغا رحلي هيا سقني هيا سقني كأس المنية مرة فالموت أطيب في زمان الهملي فالموت أطيب في زمان الهملي ومن السيوف خذنا إلى السهام يا عبد الله من السيوف إلى السهام واختلاف المواضيع فيه أيضا تنارهم ما بينك وما بين جمهور المستمعين شيء من خفة الظل وكل مصوصك خفيفة الظل ورقيقة بطبعها إلى هذه الأبيات قصيدة غزلية سميتها سهام اللحظ فضل يا من رميت سهام اللحظ مبتسما أصبت مني فؤادا كان قد عصما لله درك كم أقسمت من قسم وكنت عن ذا الهوى وذاك معتصما لله درك كم لله درك كم أقسمت من قسم وكنت وكنت عن ذا الهوى والله معتصما ما كنت أطرق أبوابا له لهفا أو أن أسير لدرب فيه قد علما بل كنت أنقى بطيفي عن مسالكه وكنت أفرح إذ أهدي له التهما لكنني اليوم صيد من فرائسه ما عاد يسكن ساحا البعد متهمة فصرت ألعن بعدا لا عزاء له وبدت أشكو ما قد فاتني ندمة فديت روحي فديت روحي فهل للوصل من سبل أراك فيها بقربي تعدم الألم أرجو لهذا الألم أن يعدمه الأمل ولهذا الأمل أن يظل مزهرا وشوشبا في روحك بحيث تتفتح منه الأزهار التي تستحق وتحملنا إلى ربيع استحقه الأمة جمعاء كيف يمكن للشعر من وجهة نظرك أن يعيننا على تشكيل واقع أفضل يا عبدالله هل هذا قابل لأن يتحقق في زمن هيمنة التكنولوجيا في زمن هيمنة الدول الكبرى في زمن الماديات التي تطغى على تفكير الناس هل ما زال الشعر قادرا والشعراء على إحداث التغيير الإيجابي حقا أكيد في وجهة نظري المتواضع طبعا أن الشعر هو قمة الأدب وأن للشعر تأثيرا وأن الشعر يلعب دورا هاما في المجتمع وفي رسم طريق معين للمجتمع وللناس بدءا من جمهوره طبعا فلذلك أرى أنا أن الشعر هو لاعب قوي ومؤثر ويمكن للشعر أن يؤثر ويمكن بطريقة ما عن طريق توجيه هذا الشعر أن نبني واقع أفضل لدى مستمعي هذا الشعر ومتلقيه إذا كان في الكرم حتى في الغزل حتى في الوطنية حتى ربما نستطيع بلا شك جميع بما أننا نؤثر إذن فنحن نستطيع أن نبني واقع أفضل أحسنت يا عبد الله لكن ما المطلوب من الشعراء اليوم حتى يكونوا أقدر على التأثير المطلوب من الشعراء حتى يكونوا أقدر على التأثير في المجتمع هو مواكبة الأحداث هو البقاء على اتصال مع المجتمع مع قضايا المجتمع مع قضايا الأمة مع القضايا المصيرية أحسن هناك يعني قضايا مصيرية في كل مجتمع فعندما يبقى الشاعر ملامسا لهذه القضايا متصلا بها غير منفصل عنها طب بطبيعة الحال بإمكانه أن يؤثر من هذا الباب بإمكان للشاعر أن يؤثر من هذا الباب أحسنت يا عبد الله إلى هذه القصيدة هم الحياة هم الحياة طبعا الحياة لا تخلو من الهموم نصل الله أن يجلو همومك كلها الحياة لا تخلو من الهموم وكما قلت هذه طبعا قصيدة هي وليدة اللحظة أسمعنا وتعبت من هم الحياة وظلمها لم تبقي لي في عتمها قنديلة وسئمت من شر العباد وجورهم والموت صدقا أشتهيه بديلا بطش وقهر وانعدام مودة والحب أضحى بائدا وقتيلا قلبي سقيم يا زمان ولم يزل بجوانحي ألم أقام طويلا لغتي توارت والدموع بدائل سرا أقامت مأتما وعويلا يا الله والهم يبكي بل وينثر حزنه والغم يشفي للزمان غليلا زمن تأملت البيان لوصفه فبدى البيان معاتبا وعليلا زمن توسلت الجمال لأجله ورجوت يوما أن يكون جميلا زمن سقاني من كؤوس جفائه وظلامه سيف أراه سليلا يا الله زمن يعاقبني زمن يعاقبني ويقتل بهجتي بل يشتهي الإحراق والتنكيل إني تحاربني الصعاب بجيشها تبا لجيش للصعاب خليلا إني تحاربني إني تحاربني الصعاب بجيشها تبا لجيش للصعاب خليلا أمشي على نار وجمر في دمي أمشي على نار وجمر في دمي بالقهر أحرق بكرة وأصيلة يا الله يا صاحبي كيف الخلاص من الأسى من ظلم دهر هل وجدت سبيلا قل لي بربك يا دليل ودلني لم أرتضي مر الدروب بديلا إني رأيت العيش عيش مذلة والحر يأبى أن يعيش ذليلا أين الزمان وجنده وظلامه نادي الصعاب وأعطها التخويلا فليزرعوا بالغدر سيف هوانهم فليقتلوني شامخا وجليلا جميل هيا هلم يا رعاعا فالثرى أسمى مكانا إن رحلت قتيل أسمى مكانا إن رحلت قتيلة وأسمى مكانا أن تعيش طويلا أيضا من أجل هذا الوطن الذي تحب ولا شك في ذلك يا عبد الله رسالتك إلى الوطن الذي تحب الوطن باعتقادي هو الأم هو الأب رسالة إلى هذا الوطن هو ذلك التراب المقدس ماذا تقول من أجله أقول له أن طبعا وطني الحبيب فلسطين هو تحت الاحتلال وصاحب قضية فكلمتي التي أقولها له أو أوجهها له هي مختصرة في أن لا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيض أن ينكسر وإنما النصر صبر ساعة النصر صبر ساعة ولا شك في ذلك يا عبد الله وعدوا الحردين وأبناء فلسطين وعدوها بحريتها وهم على ذلك عاكفون وبالله قادرون طالما أنهم في جنابه معتصمون وما زالوا رسالة إلى عموم الأدباء العرب من أجل قضايانا التي تستحق من أن نكافح وأن ننافح في سبيلها رسالة إلى شاعر ما حتى يكتب نصرة للحق أكيد ماذا تقول إذا كان لابد من رسالة إلى الشعراء والأدباء والكتاب الأفاضل فهي تتمثل في أن يوجه أنظارهم حقيقة إلى قضايا الأمة وعلى رأسها طبعا القضية الفلسطينية وأن يكتبوا عن هذه يجعلوا من أقلامهم يعني منارات منارات ونبراسا يهتدي به الجمهور حسنت لذلك يعني رسالتي لهم أن يوجهوا أقلامهم وأنظارهم نحو قضايانا المصيرية وقضايا الأمة طبعا المهمة يعني إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة مر الوقت سريعا رفقتك يا عبدالله القصيدة الأخيرة قصيدة غزلية لا بأس الله يستر تفضل لا إن شاء الله الأمور تماما إن شاء الله بتكون خفيفة هي بمعنى ملأة القلب أو بعنوان ملأة القلب نعم ملأت القلب بالأسحار شوقا فكان القلب كالطفل الغريق من جديد ملأت القلب بالأسحار شوقا فكان القلب كالطفل الغريق ويرجو قرب مخدعك الرقيق كأن الخد من خديك نورا وثغرك نرجس عذب رحيق ولحظك في مفاتنه كسيف رهيف الحد والضاح البريق جمالك قد أضاع اليوم عقلي وطيفك ماثل مثل الرفيق فأنت الزهر يفتنني مرارا وأنت النور بالقد الأنيق وإني اليوم أهتف مستغيثا وأرجو سائلا مهد الطريق فهل أرضيت لي قلبا فإني أخاف عليه من حزن وضيقي أخاف عليه من ضعف ووهن أخاف عليه من موت حقيقي أخاف عليه من موت حقيقي عساه أن يكون باعثا للحياة حتى في قصائدك الغزلية يا عبد الله أجدك تعزز فكرة الموت فكرة الرحيل فكرة التضحية لماذا أنت مسكون دائما بهذا الحزن بهذا الرحيل بهذا الوجع لماذا تبحث عن الفناء بدلا عن أن تبحث عن البقاء لماذا ذلك؟ بالله أجد في نفسي طبعا هي تتعاظم في الروح أمور كثيرة ومسببات ومؤثرات لكنني لمست هذا في قصائدك بدلا من أن تبحث عن البقاء وجدتك تبحث عن الفناء وجدتك تبحث عن الموت حتى في الغزل لأنني كنت أعيش في بعض اللحظات كنت أعيش فكرة أنني أعيش هموم ربما حتى في قصائد الغزلية أبت هذه الهموم وهذه أن تتركني أو هذه الأفكار أن تتركني وتدعني يعني وشأني مع قصائد الغزلية فهناك نوع من تأثرها يعني بهذا الشيء صراحة وطبعا مسابباته كثيرة بداية الغربة والأوضاع والتي عشناها يعني التي مررنا بها أحسنت يا عبدالله صامت لو تكلم لفظ النار والدم قل لمن عاب صمته ولد الحزن أبكما هذه الأبيات الكبيرة ليشاعر الفلسطيني الراحل إبراهيم طوقان ما شاء الله وإبراهيم طوقان من الشعراء الذين كتبوا من أجل الثورة الفلسطينية وتجذروا في عمق تراب القضية أكيد صورة ومعنى ومبنى وحياة وموت أيضا وهو صاحب النشي دخالة هذا الشاعر قليل طبعا هو صاحب إبراهيم طوقان عاش في فترة في الفترة السابقة للاحتلال الإسرائيلي في فترة الاحتلال البريطاني أحسنت وصفا الاحتلال البريطاني نعم الشاعر إبراهيم طوقان له طبعا باع طويل وله قصائد كثيرة تتحدث عن النضال منها منها طبعا أكيد بلا شك النشيد الخالد موطني أحسنت موطني موطني الجمال والجلال والبهاء والسناء في رباك هل أراك هل أراك سالما منعما غانما مكرما هل أراك عظيمة هذه الأمان في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك فطبعا إبراهيم طوقان له لمس حقيقيا دخل إلى قلب كل عربي وكتب أمنية كل عربي في هذا النشيد أكيد كل واحد مننا لو أراد أن يتمنى لم يكن سيتمنى لنفسه ووطنه أكثر مما ناب عنه فيه إبراهيم طوقان فكتب هذا النشيد الخالد كما لو أنه يتحدث بلسان حالنا جميع بلا شك بلا شك عبدالله مر الوقت سريعا كلمة في ختم هذا اللقاء ماذا تحب أن تقول أحب أن أوجه رسالة حقيقة في الختام إلى الإعلام وهي الإعلام هو السلطة الرابعة يعني وهي يعني له دور مهم يعني في كثير من القضايا صحيح رسالتي إلى الإعلام أن يسلط الضوء بشكل أكبر على طبعا الشعراء والأدباء وعلى هذا المجال يعني بشكل أكبر حتى يتمكن الشعراء والأدباء أن يصلوا إلى جمهورهم عن طريق الإعلام بلا شك أحسنت نحن نحاول جاهدين ختاما طبعا أريد أن أود أن صراحة أن أشكركم على هذه الضيافة وعلى هذا اللقاء نحن سعدنا بك أكثر أشكركم كثيرا يعني صراحة وأوجه تحياتي وسلامي لكافة المشاهدين والمشاهدات وأيضا أوجه سلامي للأهل لأهلنا في غزة في فلسطين في ربوع الوطن الوطن العربي الكبير الذي نعتبره وطنا واحدا يعني فأوجه تحياتي وسلامي لكافة أهلنا ولكافة المشاهدين والمشاهدات وذات التحياتي لك عبدالله أبو مهادي الشارع الفلسطيني على تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد وكانت بكورة في هذه الإطلالة البصرية الجديدة كانت بكورة موفقة سعت بك حقا وكانت السعادة عالية أنا أسعد وأرجو لمثل هذا لقاء أن يتكرر من جديد عما قريب شكرا لك عبدالله شكرا لك شاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل يتجدد لقاءنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات دائما كونوا في رعاية الله اشتركوا في القناة